السنة الرواق بيوم الجمعة كيف تكون الجمعة ليس قبلها سنة راتبة محددة بركعات معينة وإنما يصلي الإنسان ما كتب له مثنى مثنى لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث السلمان كما في البخاري وغيره قال لا يغتسل أحدكم يوم الجمعة ثم يتطيب أو يدهن ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له وهذا موضع الشهر ثم يصلي ما كتب له ثم يستمع للخطيب إلا غفر له ما بينه وجمعة الأخرى فقوله ثم يصلي ما كتب له هذا يدل على أنه ليس هناك عدد معين للصلاة التي تكون قبل الجمعة لكنها تكون مثلا مثلا ركعتين ركعتين فلا هو أن يصلي ركعتين أو أربعا أو ستا أو ثمانيا أو أكثر من ذلك من غير حد ذلك بعدد معين وأما بعد الجمعة فقد ورد في ذلك حديثا حديث وبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا وهذا رواه مسلم والحديث الثاني حديث ابن عمر في الصحيحين النبي عليه الصلاة والسلام صلى بعد الجمعة أربعا في المسجد وركعتين في بيته وهنا اختلف العلماء في الجمع بينهما والأقرب والله أعلم هو ترجيح ما دل عليه حديث أبي هريرة لأن حديث أبي هريرة إنما ورد من قول النبي عليه الصلاة والسلام بينما حديث ابن عمر ورد من فعله ومقرر عند الأصوليين أن دلالة القول أنها أقوى وأصرح من دلالة الفعل فالنبي عليه الصلاة والسلام قد يحث على الشيء ولا يفعله لانشغاله من مصالح أرجح مثلا كان يقول أفضل الصيام صيام داود كان يصوم يوما وفطر يوما ونعلم أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يصوم يوما وفطر يوما وإنما كما تقول عائشة كان يصوم حتى يقول القائل لا يفطر وكان يفطر حتى يقول القائل لا يصوم إن شغاله عليه الصلاة والسلام بأمور أكثر مصلحة وأرجح فقد يحث عليه الصلاة والسلام على الشيء ولا يفعله لإنشغاله بما هو أرجح مصلحة فدلالت القول أقوى ومقدمة وعلى ذلك فالسنة التي بعد الجمعة هي أربع ركعات القول الراجح ركعتين ثم ركعتين لحديثة بهريرة إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا